تهديد صريح للعالم ومصالحه الملاحة الدولية لم تعد في أمان هذا التصريح جاء من قلب أبو ظبي وعبر قناتها الرسمية غلب الطاولة بمعنى بمعنى لن يكون هناك استقرار في المنطقة لا في البحر العربي ولا في البحر الأحمر وباب المنطقة هذا هو اللواء أحمد بن بريك رئيس ما تسمى الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في معرض رده على سؤال مذيع قناة أبو ظبي حول خيارات المجلس الانتقالي حال تم إقصاؤه من المشاورات الدولية القادمة وتأتي تصريحات بن بريك التي أدلى بها بعد يومين من بيان للمجلس الانتقالي الذي يشغل فيه موقعا بارزا دعا إلى إصقاط الحكومة الشرعية والسيطرة على المؤسسات الإيرادية في المحافظات الجنوبية قبل أعوام وصلت أساطير السعودية والإمارات لتسيطر على أجواء وسواحل اليمن بموافقة دولية بسبب ما قيل حينها إنها مخاوف من قيام الحوثيين بتهديد الملاحة الدولية لكن تبدو هذه التهديدات اليوم للمراقبين أكثر سقة ويصعب ردعها بسهولة وهي ليست فقط من الحوثيين فهي تأتي من أحد أبرز قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تحتضنه الإمارات والذي يمتلك السلاح والدعم المادي واللوجستي ولا يمكن أن يطلق هذه التصريحات دون رضا الإمارات تكمن خطورة التصريحات في أمر آخر هو طبيعة تكوين التشكيلات العسكرية التي يتحكم فيها المجلس الانتقالي فهي تكوينات لم تعتمد على عسكريين ذوي خبرة أو موالين للدولة أو الحكومة الشرعية بل هي تشكيلات قبلية ومناطقية وفيها عدد لا يستهان به من السلفيين الموالين للإمارات والذين يتبعون السلفي هاني بيم بريك المتهم بالتخطيط لتصفية عشرات المعارضين السياسيين وخلافا للمهمة التي جاءت لها الإمارات والسعودية منعت القوات الموالية للإمارات تحت غطاء جوي إماراتي الحكومة بممارسة أعمالها واستولى الحزام الأمني على كل مؤسسات الدولة في عدن تقريبا ويمتلك المجلس قوات أخرى في حضرموت وفي الشبوة والحج وغيرها من مناطق الجنوب وفي مدينة المخى القريبة من مضيق باب المندب والذي تمر منه أكثر من خمسة عشر في المئة من التجارة الدولية وتمر عبره ناقلات نفط تحمل ما يقارب خمسة ملايين برميل يوميا من النفط المتجه لأوروبا وأمريكا يعتبر مراقبون أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي متقلبة المزاج ولا يجمع بينها سوى الولاء للإمارات أو السعودية بدعوى القضية الجنوبية وهو ولاء لا يمكن التحكم فيه نظرا للخلفية الفكرية لبعض قيادات التشكيلات العسكرية كما أن هذه القوات لا تدين بالولاء للجيش اليمني والحكومة الشرعية ما يجعل الملاحة اليوم في البحر الأحمر وبحر العرب أكثر عرضة للتهديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر